الحقيقة الأليات التي تعمل بها مبادرة شباب فلسطين في الخارج جاءت من روح الشباب عندما نعمل كشباب لجأنا إلى الشكل الشبكي في إدارة أمور المبادرة الشبكة تختلف نحن نعتاد في أعمالنا الإدارية أن يكون الشكل الهرمي هو الشكل المعتاد الشكل الشبكي هو الشكل الذي اعتمدته المبادرة لإدارة أمورها بحيث أن يكون هناك تجمعات محلية تمثل المبادرة في كل الدول التي يتواجد بها الشباب الفلسطيني من خلال هذا الأمر نستطيع أن نتغلب على بعد الجغرافية لأن هناك بعد جغرافي وهناك بيئات مختلفة للشباب الفلسطيني خارج فلسطين اللغة تختلف الثقافة تختلف كثير من الأمور تختلف لذلك وجود شبكة محلية وتجمع محلي للمبادرة في كل دولة يُعنى بالشباب هناك بحسب ما يتطلب ذلك ويكون العمل الوطني بحسب ما يتطلب ذلك هذا من جهة من جهة أخرى نحن سعينا منذ البداية أن نستوعب وأن نحفز وأن نتقبل ونستقبل كل مبادرات ومشاريع التي يقدمها الشباب ونعمل على أن ندعم هذه المشاريع من خلال يعني من خلال من ناحية فنية من ناحية إدارية من ناحية تسهيل وصولهم إلى مستثمرين ورعاحت بحيث ترى مبادرات الشباب النور الفكرة الرئيسية من فكرة العمل الشبكي الفرق دائما هناك فرق وفجوة بين التخطيط والجهة التي تخطط والجهة التي تنفذ دائما ما يمر هناك عندنا خاصة في العمل الوطني والعمل الحزبي والعمل السياسي دائما ما نعتاد أن هناك أفكار تأتي من الناس وتمر بمراحل حتى يتم اعتمادها وتصل أو قد لا تصل كما أراد صاحبها لذلك الفكرة الرئيسية من العمل الشبكي أن يكون هو الشاب يفكر ويخطط وينفذ بنفسه